اهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الاخير سنصحبكم في جولة لتعرفي على ابرز العنوين واهتمامات الصحف الاسرائيلية والفلسطينية وكذلك العربية والعالمية نرحب ايضا بالسيد علي واكد الصحفي والخبير في شؤون الشرق الاوسط اهلا وسهلا بك وهذه العنوين التي اخترناها لكم من الصحف الاسرائيلية صحيفة اسرائيل هايوم والان الانتخابات ومن صحيفة معريف ارتفاع حاد اتجاه اليمين ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الحياة الجديدة مصدر رسمي يقول تصريحات عباس الزاكي حول دعم ايران لشعبنا لا تعبر عن موقف القيادة ومن الصحف العربية صحيفة الشرق الاوسط البشير يعد باصلاحات حقيقية ومن الصحف العالمية صحيفة البايس الاسبانية اسبانيا تستكمل خطة طوارئ قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اذا مما لا شك فيه بأن موضوع تبكير الانتخابات الاسرائيلية كان هو الموضوع الذي طغى على عنوين الصحف الاسرائيلية سيد علي نرى هنا على سبيل المثال في صحيفة دعوت احرنوت العنوان الرئيسي هو انتخابات عام 2019 في التاسع من ابريل نيسان وايضا تتابع اسرائيل هايوم بالقول وتقول الآن انتخابات ببساطة هل فشل الاتلاف الحاكم في الحفاظ على الحكومة بسبب اغلبيتها الضيقة في الكنيسة وبسبب القوانين التي يختلف عليها الاتلاف الحاكم كقانون التجديد اما ان نتنياهو رئيس الوزراء معني في تبكير الانتخابات ام خليط بين هذا وذاك هو خليط بين الامرين بشار مما لا شك فيه ان تستند الحكومة الى 61 عضو كنيسة اي انها تتفوق على المعارضة بعضو كنيسة واحد يجعلها في حالة من الضيق نوعا ما لان هذا يرفع ثمن كل عضو كنيسة واذا كل مطلب لم يلبى لأي من اعضاء الكنيسة المشاركين في الاتلاف لانه سيهدد بالانسحاب وبالتالي ستنهار الحكومة في الاسبيع الاخيرة شهدنا للمرة الاولى في هذه الدورة للكنيسة يخسر الاتلاف تصويت في الكنيسة على مشاريع قانون مما عكسها عدم تجانس اعضاء الاتلاف الصخرة التي حولها بالامس انفجرت هذه الفقعة الحكومة الحالية كانت موضوع التجنيد المتدينين المتدينين شركاء في الحكومة يرفضون قانون التجنيد هم لا يريدون تجنيد الشباب اليهود المتدين هم يفضلون ان هذا الشباب يبقى في المدارس التورتية يدرس التورة من وجهة نظرهم في هذه الطريق هم يحافظون على ارض اسرائيل هم يقولون ان الحفاظ على ارض اسرائيل يكمن عبر الجيش وعبر تعليم التورة اتركوا لنا يقولون المتدينون اتركوا لنا تعليم التورة لا تجندوا شبابنا بما ان كان واضح ان الاتلاف لن يحصل على اغلبية في هذا القانون وحتى لو جند الاتلاف المعارض لصليحه ومر قانون التجنيد فان الحكومة ستسقط لان هذا كان سيعني ان المتدينون سينسحبون من الحكومة من الحكومة هذه التنقضات داخل الاتلاف دفعت ببن يمين نتنياهو بتجمع الرضوخ والإعلان عن تبكير الاتخابات طب لو نتحدث عن تشكيلة أو صيغة الاتلاف الحاكم القادم يدعو تحرونوت هنا تتابع بالقول وتنقل عن نتنياهو قوله بان الاتلاف الحاكم الحالي سوف يكون جوهر الاتلاف القادم يبدو نتنياهو واثقا جدا هنا بالأخص ربما عندما نطالع استطلاعات الرأي التي ذكرتها صحيفة معاريف والتي تقول بأن اليمين سيحفظ على أو سوف يحشد ثلاثين مقعدا في حال جرت انتخابات قادمة يعني هو نتنياهو لو سمعت لي بشار هم لم يتحدثون عن أن اليمين سيحصد فقط حزب الليكون نتنياهو سيحصد ثلاثين مقعدا ومعسكر الوسط يسار لديه فقط واحد وخمسين مقعد أي وفق هذا الاستطلاع اليمين سيحصد ما بين يعني سيحصد تسعة وستين مقعدا وهذه غليبية مريحة لرئيس الوزراء لذلك قال بن يمين نتنياهو أن الاتلاف الحالي سيكون جوهر وأساس الاتلاف القادم ولكن يعني هنا ينصب فخ رئيس الوزراء لشركائه في اليمين من الواضح أن نتنياهو سينافس شركائه في اليمين على نفس المخزون الانتخابي هو يريد لهذه المعركة الانتخابية داخل معسكر اليمين أن تكون هادئة بين شركاء في اليمين وأن يتم التركيز في معسكر اليمين على مواجهة الوسط واليسار لا على الاستنزاف الداخلي فيما بين أحزاب اليمين لذلك هو يقول لبينت لا تبدأ بالطعن بي وبإنجازاتي لكي تحصل على مقعد إضافي لأنك ستبقى شريكا أساسيا في الاتلاف القادم نحن نعرف بشار أن المقاعد التي اكتسبها بنيمين نتنياهو لحزب الليكود في الانتخابات السابقة من 26 إلى 30 مقعد الأربعة مقاعد هي نفسها التي خسرها حزب بينت حزب البيت اليهودي لذلك جاء هذا التصريح من أن الاتلاف الحالي سيكون هو القاعدة والأساس والجوهر للاتلاف القادم ولكن لأولئك في اليسار والوسط الذين شعروا بالأمس بنوع من الفرحة أن تقديم الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى تشكيلة اتلافية جديدة جاء هذا الاستطلاع في صحيفة معاريف ليظهر أن ربما تم تقديم الانتخابات ولكن الوجوه ستبقى ذاتها في الحكومة القادمة أريد أن ننطلق معك من نفس الاستطلاع الذي نتحدث عنه لكن لنتحدث عن ساسة آخرين نرى هنا على سبيل المثال القائمة أو الحزب الذي انشكله بني جانس رئيس الأركان السابق سوف يحصل أيضا على 13 مقعدا وهذا الأمر أيضا اهتمت به صحيفة إيدعوت التي قالت ننتظر جانس ببساطة هل سوف يلحق جانس بتشكيل حزب إن أراد حتى الرابع نسان من العام القادم في كل انتخابات هناك النجم الانتخابي الذي يأتي من خارج الحلبة السياسية والكل ينتظر قراره إما بالانضمام لإحدى التشكيلات الحزبية القائمة أو أن يشكل حزبا خاصا به في هذه الانتخابات النجم هو بني جانس قائد الأركان السابق الذي منذ أيامه الأخيرة في خدمتها العسكرية ألمح أنه سيدخل المعترك السياسي ولكن القانون في إسرائيل يحضر على قائد أركان أن يدخل مباشرة فور خدمته إنهاء خدمتها الانتخابية إلى المعترك السياسي ويفرض عليه القانون أن يمقف أن يبقى ثلاث سنوات على الأقل خارج الحلبة السياسية وهذا قانون سنة لأن السياسيين كانوا يخشون من أنه مصحوب على أمواج الدعم والشغف والاحترام الذي يكنه له الجمهور كرئيس أركان أن يؤثر ذلك على شعبيته وأن يكتسح أي رئيس أركان في الجيش لمكانة الجيش في إسرائيل أن يكتسح الانتخابات لذلك إبقاء قائد الأركان ثلاث سنوات وفق القانون خارج المعترك قبل عودته أو دخوله إلى المعترك السياسي سيبعده بعض الشيء عن ذاكرة الجمهور والآن بني جانس إن أراد أن يدخل المعترك السياسي لن يدخله فقط كقائد أركان وإنما كالشخص ظل ثلاث سنوات بالزي المدني كأي مواطن في إسرائيل وعليه اليوم أن يقنع الإسرائيليين لماذا يصوتون له ولكن هذا لا يلغي أن كافة التشكيلات السياسية سواء الحزب العمل المعسكر الصيوني الليكود أو كل الأحزاب تنتظر قرار جانس وتفتح أبوابها له لينضم إليها طبعا لأريد أن ننتقل هنا أو نعود هنا إلى نتنياهو صحيفة آردس تقول بأن إيجابية أو فضلية نتنياهو تتمثل في صورته الأمنية هل الحديث هنا يدور حول استخدام نتنياهو ربما فزاعة الأمن وما يدور على الجبهات المختلفة سواء في الجنوب أو في الشمال مع حزب الله وعملية درع الشمال هل يستخدم كل هذا كفزاعة أمنية ليقول للجمهور الإسرائيلي يجب أن تختارني لكي أستمير في حمايتك بالتأكيد بشار نتنياهو يريد أن يبعد الانتخابات عن الملفات المدنية وتحديدا ملفات الفساد وسنصل هذه الملفات وإبقاء المعادلة في الحيز الأمني حيث يتفوق على خصومه وسنرى أن حملة الليكود ستركز على هذا البعد الأمني بالإضافة إلى الانفراج والانفتاح بين إسرائيل وبين الدول العربية واضح بأن الصحف والمنابر الإعلامية الإسرائيلية فيها الكثير من الموضوع حول الانتخابات لكن لو نمر على بعض منها بعجالة الآن فيما يتعلق بالملف بأسرع الفلسطيني الإسرائيلي هنا تعتقد أو تفترض بعض الصحف كما عريف بأن الانتخابات سوف تؤثر على موعد الإعلان عن صفقة السلام أو صفقة القرن بين الفلسطيني والإسرائيل يبدو بأن هذه الصفقة لم تعلن أبدا لأننا كل فترة نرى بأنها تؤجل لسبب أو لآخر وبطبيعة الحال أنا أعتقد أن حكومة انتخابية حكومة منشغلة بالانتخابات لن تتخذ أي قرارات لأنك لا تدري شكل الحكومة القادمة بما معناه بنيمين نتنياهو لن يستطيع أن يتعهد للأمريكيين نظرا لإتلافه الحالي لأنه لا يدري كيف سيكون شكل الحكومة القادمة وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على إعلان الجانب الأمريكي عن صفقة القرن القضية الأكبر والتي سوف بلا شك يكون لها تأثير كبير على الانتخابات وعلى مستقبل رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو هو موضوع ملفات الفساد تقول صحيفة هارت نقلا عن وزارة القضاء بأن تبكير الانتخابات لن يغير سير العمل على ملفات رئيس الوزراء طبعا الحديث هنا يتعلق باستلام المدعي العام أفيحايم من ديبليت توصيات الشرطة بخصوص ملفات الفساد والتي وعد بأنه سوف يدرسها قبل الانتخابات بعد الانتخابات هذا هو السؤال الأكبر والسؤال الأكبر الثاني حتى في حال قرر المستشار القانوني للحكومة وهو رئيس النيابة في إسرائيل تقديم لائحة اتهام هل سيؤثر على شعبية نتنياهو وحظوظه لاكتساح الانتخابات والفوز بها حول مين ديبليت حامت شبهات أنه يحاول أن يماطل لإبعاد ولكن الآن جاءت الانتخابات تقول بعض الأحزاب أن من حق المواطن الإسرائيلي أن يعرف هل سيصوت لرئيس الوزراء ثبت فساده أم أن نتنياهو بريء وأن هذه الملفات لا يجب أن يكون لها أي دور في العملية الانتخابية على ما يبدو سيضطر مين ديبليت إلى حسم هذا الموضوع قبيل الانتخابات لذلك أعتقد أن السؤال الأكبر وأنا أميل للفرضي سيتم توجيه لائحة اتهام ضده السؤال الأكبر كيف سيؤثر ذلك على شعبيات نتنياهو بشار طيب نظل في نفس الصحيفة والتي تقول أحد عنوينه يقول بأن القائمة المشتركة تعتزم المضي قدما الخوض في هذه الانتخابات موحدة لكن الطيبي الدكتور أحمد الطيبي لم يحسم أمره بعد هل برأيك سوف تحافظ القائمة المشتركة على شكلها الحالي وتخوض هذه الانتخابات كما خادت سابقتها باعتقادي ستبقى القائمة المشتركة السؤال هل مكوناتها كافة ستبقى أم أنه سنشهد حزبا عربيا آخر يتنافس في هذه الانتخابات القائمة العربية المشتركة مكونة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمسواء أي الحزب الشيوعي من الحركة الإسلامية من التجمع الوطني الديمقراطي ومن الحركة العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد طيبي الذي ليس سر أنه لم يكن راضي عن الحصة التي تمتع بها كتلته في كعكة القائمة المشتركة هو أن يريد رفع عدد ممثليه في الأماكن القائمة والسؤال بعض الاستطلاعات أثبتت بأنه شعبية أكبر من غيره صح وعلى هذه الأرضية هو يحاول الآن أن يناور أن يفاود أن يستعمل الضغط على شركائه ليحصل على قطعة أكبر من كعكة القائمة المشتركة نترك الساحة الإسرائيلية ونتوجه إلى الساحة الفلسطينية صحيفة الحياء الجديدة الرسمية تابعة للسلطة الفلسطينية تقول بأن مصدر رسمي تصريحات عباس زكي القيادة في حركة فتح عباس زكي حول دعم إيران لشعبنا لا تعبر عن موقف القيادة هذه سيد علي ليست أول مرة تصدر عن عباس زكي تصريحات مثل هذه تأتي السلطة أو باقي صفوف القيادة الفلسطينية لتنكرها وتقول ليس لنا علاقة بهذه عباس زكي معروف بموقفه عباس زكي أضلى بلقاء لقناة الميادين وبطبيعة الحال خاصة بالشكر هناك الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للشعب الفلسطيني الأمر الذي لم يرق لدول الخليج وعلى رأسها السعودية وقيادات السلطة ونحن رأينا في الآوينة الأخيرة دعم سعودي للسلطة الفلسطينية جاء بعد موقف فلسطيني داعم للمملكة فيما يتعلق بقضية الخشوجي صحيفة الأيام الفلسطينية الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية دكتور حن ناصر تنفيذ قرار المحكمة الدستورية أي المتمثل بحل التشريع والتوجه لانتخابات تشريعية جديد الأمر الذي رفضته أوصات فصائلية فلسطينية على رأسها حماس التي تقول حسنا جميل لتوجه لانتخابات تشريعية لكن أيضا رئاسية بشار في الماضي اجتمع الرئيس مع سيد حن ناصر عدة مرات لبحث إمكانية إجراء الانتخابات أنا لأدري لماذا هذه المرة سيختلف الأمر وسنرى أنفسنا أمام انتخابات فلسطينية انتخابات فلسطينية في ظل الانقسام غير واردة انتخابات فلسطينية في ظل عدم سماح إسرائيل للفلسطينيين إجرائها بالقدس الشرقية هو غير وارد هذا إجراء بروتوكولي لا أعتقد أن له أي قيمة حقيقية رغم إعلان المحكمة الدستورية عن حل المجلس التشريع أنا لا أرى السلطة الفلسطينية تقبل بإجراء الانتخابات فقط في الضفة الغربية بدون الكدس الشرقية وبدون قطاع غزة إلى السحة العربية صحيفة الشرق الأوسط البشير الرئيس السوداني عمر البشير يعد بإصلاحات حقيقية يأتي هذا على وقع استعدادات لتجديد المظاهرات التي سوف تنفذ من قبل عدة نقابات اليوم في السودان وفي العاصمة نعم الاحتجاجات في السودان حقيقية جدا خلفياتها أيضا سياسية وأيضا اجتماعية الرئيس يعد الرئيس البشير يعد بإصلاحات حقيقية السؤال هل بالفعل سنارى هذه الإصلاحات أنا أعتقد أن الحكاية في السعودية في السودان عفوا هي فقط في مراحل البداية بشار نظل أو نبقى في نفس الصحيفة والتي تقول بأن الصحيفة هكذا صورت الانسحاب الأمريكي من تركيا برأيها ترامب يأتمن أردوغان على سوريا ما هي الترتيبات الأمريكية التركية الآن في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي من هناك هذا الأمر حتى الآن غير واضح والسؤال الأكبر حتى نفسه ربما لا يعلم أنا أعتقد أنه يعني لا يهمه أن يعلم المهم أن يتم الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة والمهم أن لا تستمر الولايات المتحدة بالإنفاق في سوريا أنه يأتم أردوغان على سوريا أنا لا أدري ماذا هذا يعني ولكن السؤال الأكبر هل هذا العنوان يحتوي على تضحية أمريكية بحلفائهم الأكراد على المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا ننتقل إلى صحيفة الهرام المصرية والتي اهتمت بلاستعدادات الأمنية المصرية بخصوص احتفالات أن تعاني من هجمات إرهابية وغيرها آخرها التي حصلت بحق أقباط المينيا طبعا هناك العديد من الهجمات التي استهدفت مسيحيين ومسلمين في مصر الليلة كانت ليلة العيد اليوم هو يوم عيد الميلاد وفق التقويم الغربي في الشرق نحن نبقى طيلة الأسبوعين القادمين في فترة الأعياد الميلادية ويعني هذا تحدي للأجهزة الأمنية المصرية أن تمر تذكر بشار إلى صحيفة البييس الإسبانية إسبانيا تستكمل خطة طوارئ قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما هي المشكلة بالنسبة لإسبانيا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هل هي تتعلق بالمواطنين الإسبان في بريطانيا والعكس صحيح أم ليس هذا فقط توجد الكثير من المنفذات المواطنين الإسبان في بريطانيا هي تتعلق بالميزان التجاري بين إسبانيا وبين بريطانيا وهي تتعلق أيضا بكل ما يتعلق بالسيادة حول جبل طارق والاستفادة من موارد جبل طارق نحن نذكر أن إرضاء إسبانيا فيما يتعلق بحصتها في جبل طارق كان أحد أهم البنود كان السبب في موافقة إسبانيا على الصفقة التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي وبين بريطانيا عند التوقيع على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد نتقل إلى صحيفة The News Tribune الأمريكية ترامب يقول بأنه ينتظر الاتفاق مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق طبعا الحديث هنا يدور حول عدم الاتفاق بين الكونغرس ولمزيد من الدقة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب لم تتفق مع البيت الأبيض على الميزانية الفيدرالية الجديدة في حال تمسك ترامب بموقفه يريد هذه الميزانية وهذا المبالغ الهائلة لبناء جدار مع المكسيك وفي حال تمسك أيضا ديمقراطيون بموقفهم الرافض ما الذي سوف يحصل؟ ترامب يعتقد أن الشارع الأمريكي يسانده في هذه المعركة رغم نتاج الانتخابات النصفية والتي انبثقت عنها غالبية ديمقراطية في مجلس النواب ربما جيوب الأمريكيين لا تناسبه نعم ربما جيوب الأمريكيين الاقتصاد لا يسانده في هذا الموضوع سوف يكلف تريليونات الدولارات ترامب يرى أن أسواق المال التي غازلته طيلة السنتين الماضيطين بدأت تعتبر أن هناك نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي هو يريد أن ينفذ وعوده بوقف الهجرة هو يحتاج لهذه المليارات مئات المليارات لبناء السور مع المكسيك هو حاليا في حالة كر وفر مع مجلس النواب وأنا أعتقد أن هذا أبعد من الميزانية هو يريد أن يضع حدود للعبة بينه وبين مجلس النواب ذات الأغلبية الديمقراطية والأمر يتعدى مسألات الميزانية إغلاق الدوائر الإدارية يعتقد ترامب أنها ستنتمي نهاية المطاف بضغط من الشارع على مجلس النواب لكي يتماشى مع الرئيس لكي يجدوا صيغة متفق عليها من قبل الطرفين تمكن الرئيس الإفاء بوعوده الانتخابية الصحفي والخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد شكرا جزيلا لك وشكر موصول أيضا لكم مشاهدين العزاء هذه ختام هذه الحلقة من العدد الأخير مع طيب التحية اشتركوا في القناة